اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حالة التحيز اللي قام بيها الدور الواضح الاتحاد الافريقي في اهداء البطولة للوداد نجل نكلم بس كرة نكلم على حاجات كتيرة جدا حطت فريق نادي الاهلي في الظروف الصعبة اللي وصلتنا لفقدان اللقب نكلم طبعا على دور المكتب التنفيذي ودور فوزي لغجع وانا كلمت عن حضراتكم واكيد انتوا تابعتوا فضياح الراجل المستمرة مش بس مطبطة بانهائي دوري الابطال وإساءته المصر وإساءته التونس كنت في انتظار الحقيقة انه يكون في رد فعل على مستوى رسمي لانه في النهاية انا مش بكلم على شخص انا بكلم على مسؤول رسمي رفيع المستوى في الرياضة المغربية وبالتالي اي تصريح ليه هو مسؤول عنه بحكم منصبه اكتر ما هو مسؤول عنه بحكم شخصه ولما يطلع تصريح ده من رئيس الاتحاد الكرة في المغربية اعتقد على الدولة انها اما تنفيه او انها توجهه وتحقق معاه لكن في النهاية فوزي لغجع يعني مش موضوعي الاساسي قلت عن الدور المغربي في المكتب التنفيذي وكلمت عن الدور التحدي الافريقي وانتوا عارفين ملابسات وكل التفاصيل مرتبطة بدأة لكن اللي توقعته والحقيقة قريته يمكن وقلته هنا في اكتر من المشهد وكنت اتمنى انه ما يكونش حقيقة هو ان يكون في دور الاتحاد الكرة المصري في المهزلة في المشهد المأساوي اللي عاشه النادي الاهلي بصفته ممثل للكرة المصرية ووصفته بطل القرى الافريقية وده اللي حصل واللي كشفت عنه الفترة الاخيرة ردود الافعال كمان الحقيقة يعني اعتقد انه اذا كنا بنحاول ان احنا بكلم على وسائل اعلام الحقيقة وعلى الناس اللي بتطلع تتكلم في وسائل اعلام انا مش تكلمين على السوشال ميديا لان السوشال ميديا بقت يعني مكان لكل من هب ودب زي ما بيقولوا كده اي حد بيفتي في اي شيء اي حد بيغلط في اي حد واللي عايز بيتكلم بيتكلم براحته فما بدهاش وزن قوي يعني ما بدهاش على الرغم انها مؤثرة انا عارف كواس جدا وبتحرك وبتأثر في تعجوهات وفي قرارات لكن هي لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد لكن انا انا بتكلم هنا على وسائل اعلام رسمية بتكلم على ناس مفترض انها تحملت مسؤولية الزهور على الرأي العام والحديث في امور عامة وطبعا الاهلي هو اهم وهو مصدر الاهتمام الجماهيري في المقام العام والاخير مع كامل احترامي لكل حد تاني مهما كانت اندها كبيرة واندها صغير لكن يظل الاهلي بالشعبية وجماهيريته هو مصدر الاهتمام رقم واحد للرأي العام في مصر وحكم الجماهير العريضة الحريصة على انها تتابع النادي الاهلي والمشهر الحقيقي كان مؤسف على مستوهين على مستوى الشماتة وان كان دم يعني يعني اعتبروا بالذات للناس اللي شغالها في مجال الرياضة ومفترض انها ناس عارفة ايه منافسة شريفة وناس عارفة ايه قيم وروح رياضية واخره لكن الكلام ده بيتألف في المدرجات أو في المدرجات الكليات والمعاهد فقط لغير بيتألف الكتب بس لكن على مستوى التطبيق للأسف الشديد للأسف الشديد أغلب نجومنا اللي بالمناسبة منهم كتير جدا صنع نجوميته وصنع شهرته وصنع اسمه من النادي الاهلي ما عرفوش اي حاجة عندك فكرة الشماتة من منافس ممكن اقبلها نوعا ما وان كنت يعني مش قادر افهم برضو ازاي تشمت في منافس ليك يعني فشله او مصدر فشله الوحيد انه وصل لمباراة نهائي دوري ابطال افريقيا بعد موسمين توج فيهم باللقب فشل ما يقربش منه اقرب نجاحاتك اساسا ده الفشل والفشل اللي فعل فعل لكن الناس دي ادفع من انا اتكلم عليه لكن الناس اللي بتصفي حساب حسابات والناس كمان اللي بتحاول انها تستغل الفرصة دي لان فيه ناس الحقيقة يعني من هو تصيد في الماء العكر الناس اللي بتحاول تصيد في الماء العكر وبتحاول تاخد من ده فرصة او باب للهجوم والتكسير في النادي الاهلي اعتقد انه ده شيء مش والاهلي عودنا والاهلي هو اللي بيرد والاهلي بيرد في الملعب ما بيردش على الشاشات يعني ما بيرد في وسائل العلامة الأهل ما بيحب يرد بيرد في المرعب وياما سقطت كتير جدا حصلت وقام بعدها الأهلي أقوى وأفضل وده اللي أنا قلته تاني يوم بعد خسارة المباراة أنا اللي يهمني أكتر واللي يهم معظم الجماهير بالمناسبة هو اللي جاي وما عنديش شك في أنه نسخة الأهلي إن شاء الله بإذن الله اللي هترجع حتى تكمل الموسم ده أو اللي هتستقبل وتحضر للمواسم اللي جاية بما فيهم دولي الأبطال هتبقى نسخة غير وهتبقى نسخة أفضل وأقوى بكتير ومش هتدي فرصة حتى إذا ما كان فيه هذا الكم وهذا الحجم المؤامرات إنه حد يغطف بطولة مرة تانية النادي الأهل على كل أحوال أرجع لحضراتكم ومنتخبنا الوطني النهاردة طبعا يمكن اليوم الأخير السعدادات الأخيرة لكابتن إهاب جلال قبل الظهور المهم طيب قلت حالكم مشوارنا في الكن في أمم أفريقيا كودي فرع عشرين تلاتة عشرين مش مشوار صعب قوي يعني مطشط ما تشيلش همه قوي يمكن جمهور مستني أكتر شكل المنتخب بروح المنتخب وأداء المنتخب وبصمة إهاب جلال تبين شوية في مطشو كوريا لو مطشو كوريا مطشو صعب آه مطشو ودي لكنه مطشو صعب مع فريق محترم في عدد كبير من الأسماء الخوية جدا وفي نفس الوقت برى أرضك بتلعب في كوريا الجنوبية فبالتالي مباراة فنيا هتبقى صعبة شوية على الجهاز وعلى اللعيبة هنتست بيها ونشوف إذا كان فيه يعني شغل ممكن نحس أن كابتن إهاب جلال قادر يعمل تغيير سريع أو يحط بصمة سريعة على المنتخب وفي رأيه وفي ظني أنه يقدر فكره وطريقته واسلوب أداءه آه يمكن الوقت ما يساعدوش الوقت مش كافي لكن فكر الرجل طريقته في تطبيق الفكر ده في كل فرق اللعيبها قبل كده بتقول أنه الرجل بيحب يلعب كورا والقماشة بتاعت والدايلاما بتاعتنا مع كل مديرين فنين السابقين كانوا وطنيين أو كانوا أجانب كانت الكورا ما كانتش النتائج هكتور كوبر وصل معنا كاس العالم ووصلنا نهائي أمم أفريقيا وما كناش راضيين عن المنتخب في التوقيت ده وصلنا نهائي أمم أفريقيا مع كارلس كيروش ووصلنا وكونا قبق قوسينا أو أدنا متأهل لكاس العالم في مواجهة واحد من قاعة المنتخبات الأفريقية السنغال حدش قدر يلومك وانت بتخرج من قدام السنغال وخصوصا خرجت بضربات الترجيح وبرضه في ظروف يعني ومدايقات ومشاحنات ما كناش متوقعينها لكن يعني خلاص اتعلمنا أتمنى نكون اتعلمنا الدرس وبرضه الناس ما كانتش راضية لا بالوصول لنهائي أمم أفريقيا وكلام هنا على الكورا وكلام هنا على شخصية المنتخب وكلام هنا على الأداء اللي بيقدمه منتخبنا الوطني انك انت وصلت في كل مراحل بشق الأنفس يقولوا لا احنا نقدر نعمل نقدر نشرف اسم المنتخب ونقدر نرفع اسم مصر لكن كورتنا كانت غايب او الكورة يعني جهاز فني ومدير فني وفكر وجمعية أداء والياقة بدانية والحاجات دي كلها افتقدناها لسنين طويل ما بطلبش وارجوكم ما تطلبوش إهاب جلال في بداية مشواره بدا لانه الراجل مساح وبكرة لو عمل فوز عديد جدا مش المفروض ان احنا نسقف له قوي قوي ولو عمل عرض سيء لتقدر لا او نتيجة نتمنى ان ده ما يحصلش او نتيجة وحشة برضو الراجل مش هيكون مسؤول فعشان ايه يعني تبقى الامور واضح لكن في النهاية انت عندك مبارتين في تصفيات قوم افريقيا ان شاء الله غينيا واثيوبيا يعتبروا في المتناول وفرصة انك انت تبتدي بداية المشوار بمطشاط مش صعبة قوي عشان يكون رد الفعل الى حد ما يساعدك على انك تكمل مشوارك بقى ريحين وده اللي نتمنىه كل التوفيق لمنتخبنا بكرة عنده شوية مطباط عنده شوية غيابات طبعا الشناوي هيغيب لاصابته بكورونا حجازي برضو بره الحسابات احمد فتوح خرج بسبب ال نتمنى لهم كلهم السلامة طبعا ويرجعوا في اسرع وقت لانه التلاتة الحقيقة من القاوم الرئيسي او الاعمدة الاساسية يعني للمنتخب الوطني خلينا ندخل في اهم الاخبار والعناوين النهاردة والبداية مع منتخب مصر الوطني اللي بيختتم استعداداته لمباراة غينيا بتصفيات امم افريقيا عشرين تلاتة وعشرين سلبية مسحة المنتخب قبل مواجهة غينيا في تصفيات كأس الامم وايهاب جلال يستقر على بدائل الشناوي حجازي وفتوح امام غينيا الاهلي يمدد عقد محمد محمود لخمس سنوات والاهلي ايضا يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصري بالسلوم في كأس مصر انت بندن بتقول محمد صلاح يطرخ أبواب ريال مدريد بعد أزمته مع ليفر بول اشتركوا في القناة بمناسبة اللعبين المحترفين مش بس في الدورة الإنجليزية يعني طبعا الأسماء أو اللاعبين الأفرقاء اللي موجودين في الدورة الإنجليزية كتير جدا ومش بس في جيل ده على مدار أجيال طويلة جدا وفي كل الدوريات الكبيرة مفيش سيزن تقريبا خالة من 4-5 لعيبة من كل الدول الأفريقية الكبيرة في كل الدورات الكبيرة يعني بكلمكم على الأسباني على الألماني على الفرنسوي على الإيطالي طبعا في القناة الدورية الإنجليزية السؤال هنا ليه والسؤال ليه ما بنفكرش على الرغم أنه يعني أنت بتيجي تبص لكرة المصرية على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية تلاقينا دايما منتخب مصر يصنف من المنتخبات القوية وأنديت مصر بالتأكيد من الأندية القوية أنت صاحب أكبر عدد من الألقاب على مستوى المنتخبات وصاحب أكبر عدد من الألقاب على مستوى الأندية مشكلتنا الوحيدة في كاس العالم وهاجلكوا في كاس العالم دي بس خليها على جنب دلوقتي وبالتالي بتسأل نفسك يعني طب إذا كانت الدولة المصرية أو الكرة المصرية متقدمة كده ودائما مصنفة ودائما مرشحة إحنا ليه ما عندناش الكسافة من حيث العدد يعني فاللعبين المحترفين بره يعني دول هيبقى ليه ومرضود كبير جدا على الكرة المصرية على كل مستواليات فنيا اقتصاديا يعني كل حاجة مرضود عنيف جد فليه ما بيحصلش ده وتكتشف طبعا أن الموضوع متساب كده يعني يعني عشوائي عشوائي بمعنى كلمة عشوائي والسؤال حقيقي إذا كنا يعني إذا كنا بنبص لقدام يعني ليه ما فكرناش إحنا عندنا تجارب لعيبة محترفة كويسة جدا وعندنا ناس قطعت مشاوير كبيرة جدا نكحة في أوروبا ما عندها كبيرة وكان ليهم راكرد يعني مش بس أنه هو لبس تي شيرت يعني لبس الفلالة بتاعت النادي ده لأ ده لعب ونجح وكسر الدنيا وكان من أهم النجوم في النادي ده في فترة من الفترات في ألمانيا هتلاقي عندنا مثلا حد زي هاني رامزي حد زي محمد زيدان تجربته في دورتموند هتلاقي في إيطاليا يعني ممكن ما كانتش تجربة نكحة قوي بس يعني حازم إمام كما واحد من الناس اللي لفتوا والدوري الإيطالي في الوقت ده كان زي الدوري الإيجليزي دلوقتي أن اللعب مصري يحترف في إيطاليا في أدنيزي أعتقد في نهاية التسعينيات مش فاكر يمكن في أول ألفية جديدة مش فاكر بالضبط إمتى حازم احترف هناك لكن في النهاية عنده خبرة اللعبة في الكلشو في مسابقة كانت في يوم اللعيم أقوى مسابقة على واجه الأرض عندنا محمد صلاح دلوقتي عندنا النني عندنا حسام غالي عندنا عدد من اللعيبة يعني إشان ما ننساش حد اللعيبة كتيرة جدا احترفت مجدي طلبة في اليونان كان صاحب تجربة مهمة جدا جدا حسام وإبراهيم احترفوا فترة من فتراته كانت لعيبة مؤثرة سواء في سويسرا أو بعد كده لما لعبه أعتقد في اليونان وغيرهم كتير إحنا ليه ما بنفكرش نسمع عن الناس دي ليه ما بنعملش يعني لو فيه أنا مش هكلم تحدي الكورة أنا هكلم يعني مثلا هكلم حزم وبركات الاتنين دول اللعيبة كورة على المستوى الدولي كانوا لعيبة كبار جدا وحققوا باسم منتخب مصر بطولات مهمة جدا ولعبوا في أندية كبيرة مصرية أو بره مصر وبالتالي ممكن يكون هم فاهمين الكلام ده كويس جدا أو قارينه ليه ما بنفكرش أن احنا نعمل مش عايز نسميها لجنة صحيح ما بنسمي اللجنة عندنا هنا في مصر بتبقى حاجة روتين كده والناس تجتمع كل فين وفين وياخدوا شوية قارات ما يتعملش منها حاجة لكن احنا ممكن نفكر في أن احنا نستخدم أو يعني نستفيد بالخبرات المصرية دي اللعيبة دي أحمد حسن هاني رمزي اختاروا أنتوا الأسماء بقى أنتوا والناس مين وقتها يسمح مين ممكن تدي فكرة أو مجهود أو تبقى مشاركة في حاجة زي كده يحطوا خريطة لمصر يطلعوننا 30-40 محمد صلاح بدل ما احنا يعني هو محمد صلاح راح محمد صلاح جاه مع كامل احترامي لمحمد صلاح يعني لكن ليه ما عندناش 10-15 واحد زي ده هو فيش في مصر لعيبة كورة أحسن من محمد صلاح فيه طبعا مليون في المية انزل ايش ارع في مصر قوله طلعلي سيبك من الاحتراف وسيبك من العقلية وسيبك من الوصله أنا بكلمك على لعيبة كورة ازاي تنقل لعيبة كورة دي نقلت محمد صلاح بشكل صلاح اجتهد مع نفسه بشكل فردي محدد ساعده كان ممكن جدا لو زي وزي غيره كان رجع من بدري خد القرشين وتمامت اتعشد زي ما بنقول وجي هنا كمان لعب في أهلي أو زمالك وخلاص وكان الله بالسر عليه لكن الولد اجتهد بشكل شخصي البرنامج ده الرؤية دي المشوار ده اللي ما بنحاولش نجربه ونطبقه على على اللعيبة اللي طالعه من تحت وبمناسبة الكلام ده مرتبط على فكرة بكاس العالم 26 اللي كنت مستني واتكلمت في ده وقلت لحضراتكم قبل كده من المنطقي جدا خدوا بالكو الوقت والوقت داق جدا يعني هو كاس العالم 22 لسه ما تلعبش آه لكن كاس العالم 26 مفروض انك انت من اللحظة اللي خرجت فيها من التصفيات 22 كنت بتبتدي تحضر وتعمل برنامج 26 عشرين عشان ما نوصلش في التصفيات نحط الدين على خدنا ونقول يا رب نوصل وشده حلك يا رجالة وبالروح بالدم وفي الآخر تبقى النتيجة كده وهي دي مشكلة كاس العالم بقى مع مصر عندك أندية أبطال عندك لعيبة أصحاب خبرات دولية كبيرة جدا لعبوا بمنتخبات في كذا فاقة عمرية شباب ونشئين واطفال وزي ما انت عايز من طول عمره بيلعب دولي ومع النادي لعب كمية مطشط على مستوى الدولي واحتكاكات على مستوى قارة أفريقيا وغير أفريقيا ومع فرقهم بره المحترفين اللي في خارج لعب وعلى أعلى مستويات تيجي بقى كمنتخب بنعاني يعني في مشكلة المنتخب بيعاني ويوم ما بتقول يعني لما وصلت كاس العالم بتروح وكأنك مروحتش فيعني أنا شايف أنه برضو بكلام حزم وبركات يعني بيبقى أنه هما الناس دول في مجلس الإدارة اللي ممكن أراهنا عالية أنه هما يبقوا قارين الكلام ده أو فاهمينه يقدروا يعملوا حاجة أو ما يقدرواش دي مش قصتي يعني يقدروا يعملوا حاجة أو ما يقدرواش دي قصة تانية بقى لكن في النهاية أنا شايف أنه شغل كاس العالم وأعتقد أنه كان مفترض أنه يتم الإعلان عن ده هو كابتن إهاب جلال واحد من أهدافه أنا عارف أنه العادة سنتين لكن هو واحد من أهدافه أنه جاي حضر منتخب أو يبني منتخب مش يوصل كاس العالم يروح كاس العالم يعمل حاجة ولا إحنا هنقضيها كده ما نشوفها يعمل إيه في أمم أفريقيا وبعد أمم أفريقيا نقيم إذا كان هيكمل لا مش هيكمل لا والله راجل كويس طب نديله فرصة تانية ونوصل في النهاية أن المنتخب نفسه بقى جوثة أنا آسف في اللفظ يعني يعني دمه متفرق بين الأجهزة الفنية اللي تولت مسؤولته في العشر سنين اللي فاتت كل واحد يجي يشتغل على نفس الفكر ونفس المنهج ونفس الأسماء ونفس الطريقة بتاعت اللي قبل منه تجيب بورتغالي وتمشي أرجنتيني فتلقي المصري فتجيب أمريكي فتلاقي إنه النتيجة في النهاية كلها واحد يعني أتمنى 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 أن نحنا نعجل بدأ النهاردة طبعا تمرين الأخيرة النهاردة بالليل إن شاء الله هختتم كابتن أهاب جلال تدريبه الأخير مع منتخب مصر عشان مشواره مع بطولة أفريقيا 20-23 في كودفوار بكرة إن شاء الله بإذن الله الانطلاقة هتكون مع غينيا وبعدها بربعة أيام يوم تسعة تحديدا هتكون المواجهة التانية أو الجولة التانية مع إثيوبيا خليني أقول لحضراتكم وطمنكم إنه مسحة المنتخب الأخيرة كانت سلبية والحمد لله طبعا اتطمننا على فرقتنا باستثناء غياب الشناوي لصابته في فيلس كورونا والمناسبة على الناحية التانية الجهاز الفني نحن عندنا مطش يوم 12 الأهلي بكامعة الأهلي مطش يوم 12 في كاس مصر الجديد خلي بالكم نحن هنمشي كده كاس مصر الجديد كاس مصر القديم كاس مصر القديم عندنا في آخر الشهر كاس مصر الجديد نحن عندنا في أول الشهر المصري في السلوم فهنلعب يوم 12 في الجهاز الفني بيجهز علي لطفي وعلي لطفي دايما قد المسؤولية بصراحة يعني الولد يمكن ما بياخدش فرص كبيرة أو كتيرة يعني لكن في كل فرصة بيظهر فيها يعني وأنا دايما كل المدربين والأسماء الكبيرة تقولك في مراكز في الفريق مستوى اللاعب فيها مرتبط دايما بحساسات المطشاط وكان الله فعون علي يعني متخيل أنه علي الحقيقة يعني كل حراس المرمى اللي قابلتهم قالك الولد دايما كان ياته هايلة بس هو حظه أنه بيلعب مع الشناوي والشناوي في أعلى فتراته فبالتالي الفرصة مش واخدها بشكل كبير والمركز حراس المرمى بالذات أن أكتر يعني هما الناس بتقولك الناس الخبراء بيقولوا كده الهداف رأس الحربة وحرس المرمى الاتنين دول مستواهم مرتبط بشكل مباشر باستمرارية مشاركته في مراكز كده ليها في كل الرياضات بيقولوا عليها ليها سنس السنس ده ما بيجيش إلا بالممارسة وبالاستمرارية سنس المكان وسنس اللعبة وسنس المهارة ما بيجيش إلا بالاستمرارية وبالمشاركة بشكل كبير فكون علي يتقلق حتى في الفرص الأولياء اللي بتتحلي ده معناه أنه حرس المرمى محترم جدا بالمناسبة ومناسبة حراس المرمى الأقرب النهاردة حراس المرمى منتخب مصر هيكون محمد أبو جبل بدلا من محمد الشناوي نتمنى الشفاء طبعا للشناوي وحجازي وكمان أحمد فتوح اللي قلت لحضراتكم إنه تم استبعاده طبعا نتيجة أعتقد حدثة بس الحمد لله يعني اللي عرفته ما عرفش فتوح بشكل شخصي يعني لكن من الدواهر المقربة يعني حالته مطمئنة ما هيش حدثة كبيرة وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود مع الزمالك ومنتخب مصر في قارة فرصة ممكن النهاردة من الأخبار الحلوة وبالمناسبة أنتوا هتسمعوا كلام كتير جدا 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 على صفقات النادي الأهلي وعلى فكرة دعم الفريق ما عنديش شك وده فيه اتفاق واضح وصريح يعني تقريبا معظم الجماهير وأعتقد تتفق مع ده كمان أو تتفق مع ده إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني إن فيه عندنا مراكز مراكز بعيدا عن الأسماء سيب أكمل الأسماء فيه مراكز تحتاج إلى دعم فيه مراكز في الفريق أثبتت التجربة وأثبتت الحقيقة أنا باخد التلات موسم على بعض كومبو اللعيبة دي الحقيقة فيه جزء كبير جدا من إمكانياتهم البدنية تحديدا تم استنزافها بذلت مجهود فوق طاقتها المطور لما بتدوس عليه جامد أكتر من طاقته بيفوض أو بيتحرق وفيه أوقات كتيرة جدا عانوا من إصابات ويبدو كمان إنه في بعض الأسماء والحالات إصابتها وبتعادها لفترة بشكل أو بآخر أثرت بشكل كبير جدا على استعادتهم وقدرتهم على استعادة الفرمة العالية جدا اللي كانوا وصلوا لها قبل الإصابة وبالتالي فيه مراكز تحتاج إلى دعم وفيه أسماء تحتاج إلى دعم وفيه فرق كبير بين الاتنين فيه مراكز تعتمد على لاعب واحد أو اتنين على أقصى تأدير ولقد الله في حالة إصابة حد وبتعاد حد عن مستوى الفرقة بتواجه مشكلة تالسنادي بتحديد يعني في آخر مرحلة وجهت مشكلة وأزمة غياب تقريبا خط النص وخط الدفاع بالكامل على الرغم من أنه السنادي بالمناسبة أكبر مركاته عمله نادي الأهلي يعني النسختين اللي انت خدتهم في أفريقيا وروحت بيهم كس العالم لعبت فيهم بسكواد أهقلب كتير بناحية الإمكانيات من الفريق ده السنادي انت عملت دعم على كل المستويات وجبت الصفقات في كل الخطوط تقريبا ومع ذلك قدر الله مشاقفة على طبعا يعني كان عندنا وفر عددية تديك أريحية وتطمنك وأنا كنت بقول في بداية الموسم الأهلي عنده فرقتين لكن يا شاء السميع العليم بقى أنه يمر عليك فترة اللعيبة فيها في قمة إجهادها كل الظروف ضدك الغيابات بالجملة لعيبة بعيدة عن مستواها حد أفريقي يقف ضدك كل ده يحصل في أهم ومباراة في الموسم فتكون النتيجة لأنك تغسر اللقب لكن بالتأكيد بالتأكيد الإدارة عندها بالتأكيد ما فيه شك في ده ويمكن تكون في بعض الأوقات الأسماء اللي بتطرح مش سر على حضراتكم يعني أنا طبعا هنا على شاشة الأهلي نحن لا نملك رفاهية لكل مقام المقال وما نقدرش نتكلم غير على الصفقات اللي الأهلي أتمها أو يعني اتفق عليها بشكل نهائي وهنا بيتم الإعلان عنها على شاشة الأهلي في كل البرامج لكن في النهاية أوقات كتيرة جدا بيبقى فيه فعلا مفاوضات أوقات كتيرة جدا بيقى فيه بعض التسريبات اللي ممكن يكون الهدف منها حاجة ملوش علاقة بالتعاقد من عدمه فيه أوقات كتيرة جدا بيبقى الغرض منه تشتيت انتباه عشان تخلص في حتة تانية يعني سياسات التعاقد دي عالم كبير جدا احنا طبعا يعني ما بندخلش في تفاصيله لكن برضو الأهم بالنسبة لي انه ده ما يقصرش على تركيز لعبتنا انه في النهاية لعبتنا انا سمعت تقريبا ان الاهلي بيشتري فرقة جديدة يعني وده طبعا شيء بعيد تماما عن الحقيقة وبعيد تماما عن المنطق لكن في النهاية اتمنى انه ما يقصرش على تركيز اللعب بالمناسبة اقول لحضراتكم طبعا النهاردة امير توفيق مدير التعقدات اعلن عن تمديد عقد محمد محمود لعب الفريق لمدة اربع مواسم ده بخلاف انه فاضل موس المتبقي ليه في عقده الحالي عشان كده يبقى محمد محمود موجود مع الاهلي خمس مواسم قادمة يعني يحسب لمحمد محمود ويحسب للنادي الاهلي وديه المواقف اللي بتبين معادن الولاد بقى بصراحة انه الولد وقع على بياض ورفض تماما انه يتكلم اساسا يعني ما ترحش فكرة انه يتكلم في مقابل مدي وشاف انه ده ابسط تقدير وابسط رد على المواقف اللي عملتها قدرت النادي الاهلي معاه في الظروف الصعبة اللي وجهته محمد محمود تقريبا سنتين بيعاني من اصابة ورغم كده الادارة كانت مؤمنة جدا بامكانياته بقدراته وسندته لغاية لما رجع وقف على رجليه فالولد الحقيقة يكفيني موقف ادارة النادي الاهلي معايا والحقيقة هو وقع ربياض وقالك التأدير المادي اللي تحدده ادارة النادي الاهلي انا موافق بي وانا بشوف محمد محمود من الحاجات اللي تقدر تبني عليها في اللي جاي وان شاء الله بإذن الله يكون اسمه مهم جدا في سكواد الاهلي في المواسم القادمة خمس مواسم فرصة كويسة لمحمد انه يقف على رجله من تاني ويقدم محمد محمود للناس كلها بتتكلم عنه بشكل كويس كلها بتشيد به وبإمكاناته وبموهبته فاصل ونرجع لحضراتكم على طول في السادسة طيب خلينا اقول لحضراتكم بردو منكم على الفرقة احنا يعني خلاص انت بتتكلم في 8 يام وراجع تدخل في المتشاط حتى مع طبعا استمرار اللاعبين الدوليين في متشاطهم مع منتخب مصر احنا عندنا غينيا بكرة 5 اثيوبيا 9 وبعد كده سول طبعا كوريا الجنوبية يوم 14 ففرقتك او لعبتك الدولية سواء اللي بيلعبوا مع منتخب مصر او يلعبوا مع منتخباتهم تونس مالي جنوب افريقيا هيرجعوا لك يوم يعني يعني هيرجعوا لك يوم 12 مثلا اللي بيلعبوا برا منتخب مصر يرجع يوم 15 لكن انت اجندتك تبتدي 12 شهر يونيو تحديدا اقول لكم كده وفكركم بمتشاطنا يوم 12 يونيو هنلعب مع فرقة المصري بالسلوم في كاس مصري الجديد بعدها هنلعب المطش اللي تأجلنا قبل انهائي دولي الابطال مع استين كامبن يوم 15 بعدها هنلعب الحد 19 مع الزمالك في الدولي المصري وبعدها نرجع في يوم 26 نلعب مع بيرامدز في مسابقة الكاس القديم يعني انت الشهر ده هتلعب في 3 بطولات اتنين دوري واحد كاس جديد واحد كاس قديم ده جدول اعملنا فالفرقة طبعا مكملة في التمرين فترة دي واهتمام كبير جدا طبعا بحالة اللاعبين وكابتن محمود الخطيب موجود معهم وبيتباحهم بشكل مباشر وان شاء الله بإذن الله في الفترة القصيرة دي الاهل يرجع احسن من الاول بكتير منشستر بالمناسبة عشان فكروني في الفصل انه من ضمن اللاعبة اللي احترفت بر انا قلت طبعا يعني بعض الاسماء عشان منساش حد قلت ده على سبيل المسائل لكن طبعا فيه تجربتين مهمين ياسر ردوان ومحمد عمارة الاتنين احترف دوري الالماني فانزا روستوك اعتقد له الزاكرة يعني تمام وعندين عبدالسطر صبري برضو كان ليه تجربة مهمة جدا هي القصة مش قصة كمان انه احترف ولا محترفش القصة انه طلع برا وكمل برا لانه كمل برا دي معناها انه قدر يتأقلم وقدر يتأقلم دي يعني تعلم حاجات كتير جدا كان طالع للأسف من هنا بيركب الطيارة ومفتقدها اختلاف الثقافات يا جماعة بيعمل مشاكل لعبتنا عنصر اللغة عدم ايجادة اللغات بيعمل مشاكل لعبتنا العقلية الاجنبية في الاندية الكبيرة في اوروبا بيبقى فيه بيننا وبينهم فجوات عنيفة جدا الا من رحمة ربي يعني الا الناس اللي بجد هي على المستوى الشخصي عندها قدرات انها تطور فكرة تطوير ازاي انك انت يعني انه الموضوع مش موضوع شهرة وفلوس وبروباجاندا وبس لا ده فيه شغل وفيه تعب وفيه إصرار وفيه مواقف صعبة كتير جدا هتقابلك وفيه عنصرية في بعض الوقت ازاي تتعام مع كل ده ففكرة من المشاوير بتاعة لعبتنا بره الناس اللي خدت خلاص التجربة دي وعلى فكرة ده جزء مهم واصيل واساسي بيقوم بي وكلاء اللعبين بره وكلاء اللعبين اللي بيطلعوا لعيبها من أفريقي احنا بس وكلاء اللعبين اللي عندنا يعني قصة وكيل اللعبين دي قصة كبيرة جدا يعني انتم ما عندكوش منها او متعرفوش عنها غير قصة السمسرة والعمولات فكرة انه انا وكيل اللعب ده فاخطه في النادي ده واشيله من هنا فبيعه هنا فاخد عمولة هنا دي القصة اللي عندنا هنا في مصر لكن القصة اكبر من كتير جدا ازاي تاخد الخامة دي القماشة دي الموهبة دي وتشتغل عليها مش بس بدني وفني تشغل عليها اعلام وصوشال ميديا تشتغل عليها منتلي ازاي تطور الولد تخليه تكلم خليه فكر ازاي تفهمه وتقريه المجتمعات اللي هو رايح ازاي تعلمه لغة من هو عائل صغير او من هو عنده 14-15 سنة هو ماضي معاك ازاي تعلمه مبادئ لغة انجليزي مبادئ لغة فرنساوي مبادئ لغة اسباني عشان كده الافارخة بيطلعوا برا ما عندهمش اي مشكلة لان هم اوردي اللغة موجودة عندهم ومش طالع سنة ولا سنتين عشان يرجع يبقى نجمل نجوم في بلده مرة تانية ده طالع عشان يكمل على كل احوال نروح لمانشستر ينايتد الانجليزي اللي اتكلم او اعلن خلاص بقى انه البرتغالي سي ار سافن كريستان رونالدو فاز بجائزة افضل لاعب فيه الفريق الموسم ده بتصويت طبعا المشجعين بعد المستويات اللي قدمها النجم البرتغالي لكن طبعا على مستوى النتائج في النهاية يعني لا يعنيني بالنسبة لي منشستر ينايتد وارجو مثلا ده واحد من النماذج اللي لازم نبص لها ونتعلم قوي منشستر ينايتد كان سيد السياد الأندية الإنجليزية وسيد الأندية الأوروبية على مدار فترة طويلة جدا من الزمن وكان المنافس الأول لكل عمالقة أوروبا على مستوى الألقاب الأوروبية وكان وجهة أولى لأهم الأسماء في كرة القدم على مستوى العالم انهم يروحوا يلعبوا في منشستر يعني آيكنز كتيرة جدا اللعبت في اليونيتد كانتنا راين جيكز ديفيد باكام مايكل أوين كريستاني رونالدو الأول قبل ما يرجع تاني ولعبة كتيرة جدا بولس كولز دوائد يورك فرقة كانت بتقدم كرة كمان يعني بعيدة عن الألقاب والإمكانيات والأسماء كتكورتها ممتعة جدا لغاية لما حصل لها فترة حصل كيرف كده جابوا كل المدربين في الدنيا كل الأسماء لويس فان جال ومش عارفوا مين ومين ومين لغاية لغاية طبعا تنهج بلوقتي هو اللي هتولر المسؤولية لكن تعالى بص بقى اليونيتد السنة اللي فاتت تعالى نشوف سكواد عامل ازاي وسكواد تكلفته ايه وإمكانياته ايه ملعب وجماهير وأجور وبهي الأخر بتتكلم على رونالدو بتتكلم على سانشو بتتكلم على ماركس راشفور بتتكلم على برونو فرناندز بتتكلم على ديخية بتتكلم على بول بوكبا قبل ما يمشي برازيلي فانت بتتكلم على مستق يعني كلاس ايه بتتكلم على لعيبة على أعلى مستوى لكن في النهاية الفريق حقق ايه ولا حاجة لا حقق حاجة في بطولات أوروبا ولا حقق حاجة في البطولات المحلية ففي النهاية طبعا القصة والحكاية مش حكاية أسماء فقط لغير طيب نروح للاندبندنت الحقيقة اللي اتكلمت على انه ويبدو كده شوفوا أنا توقعتي انه في النهاية الفيلم ده هيخلص انه صراح مكمل في ليفر بول لكن كله بيحصل في إطار ايه أوراق الضغط قبل ما نوصل ان احنا نقعد ونمضي على العقود ونخلص التفاصيل اللي احنا مختلفين عليها الاندبندنت بتقول ان محمد صلاح فتح أبواب الرحيل على عن الأنفلد عن ليفر بول عشان ينضم للصفوف ريال مادريد الإسباني وكان في بعض التقارير فعلا يمكن 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 اللي بيخلي الناس تتكلم في هذه الوقت هي فكرة انه فشل صفقة أمبابي مع الريال فبالتالي فكرة انك انت تحط دلوقتي اسم صلاح ممكن تبقى ورقة ضغط كبيرة جدا وصلاح ما عندوش مانع طبعا اعتقد ما فيش لعب في العالم يعني يعني ما يحلمش انه يرتدي تي شيرت ريال مادريد النادي الأكبر على مستقل الألقاب النادي الأكبر على مستقل الجمهور على مستقل العالم كله لكن الجديد في الموضوع اللي كلامت عنه الاندبندنت انه صلاح كمان ما عندوش مانع يلعب في الدوري الانجليزي مع اندية والكلام هنا اعتقد بين قوسين دا توقع مني الكلام على منشست الستي وانه صلاح لا يمانع ابدا في مغادرة الأنفلد لصالح ملعب الاتحاد معنا اكتر من لقطة النهاردة رح هي حابين نعرضها لحضراتكم في السادسة والبداية مع مصطفى عسل طبعا نجم النادي الاهلي اللي حضراتكم شايفينه احرز لقب بطولة الجونة الدولية لسكواش ودي البطولة الاولى اللي بتحسب لمصطفى عسل في تاريخه بطل سكواش جديد رياضة اثبت فيها المصريين تفوقهم وجدارتهم وجدارتهم على مدار اجيال كتير جدا من اول برادة يعني اللي بفتكر انا او اللي شفته انا من اول برادة لغاية عسل ظلت سيطرت المصريين على السكواش على مستوى العالم كله مستمرة رجال وسيدات دي هانيا الحمامي اللي فازت بطولة السيدات برضو بطولة او لقب بطولة الجونة الدولية السكواش واتمنى وبتساءل طول عمري بسألي يعني ليه محرومين من اللعبة زي لعبة السكواش في الأولمبيكس دورة يعني عدد كبير من الميداليات الدهب في المقام الأول يعني والفضة كمان يعتقد لو مصريين دخلوا في بطولة سكواش هياخدوا دهب وفضة نادال وزفريف طبعا لقاء في رولونجاروس لأسف شهد لقطة إنسانية طبعا ألف سلامة ما نتمناش أبدا الإصابة لنجم كبير بحجم زفريف هي دي الإصابة هي دي الإصابة على الرغم إن المباراة كانت ممتعة جدا وكانت فيها منافسة قوية جدا مجموعة الأولى حسامها نادال بنتيجة 7-6 والمجموعة التانية كان متقدم فيها زفريف بنتيجة 6-5 ولكن الإصابة مناعته من إنه يكمل المباراة بتبقى صدمة كبيرة جدا مش وارط طويل قوي لأي بطل حقيقة عشان يوصل للدور ده في بطولة رولونجاروس ولكن ما قدرش طبعا زي ما انتم شايفين يخلص الجيم وانتهت المباراة لصالح نادال واحد من أساطير طبعا التانس نادال دي كانت لقطاتنا النهاردة فاصل ونرجع لحضراتكم في سادسة نتكلم أكتر على مشوار وانطلاقة المنتخب الوطني مع كابتن إيهاب جلال واللقاء بكرة إن شاء الله بكل تفاصيل ومع عادفنا النهاردة ونجمينا كابتن دي عبدالصمد بعد الفاصل ندخل في الموضوع على طول أنا قلت لكم أجندة الأهلي في يونيا ويمكن الأجندة دي فيها مطشين ملعرة تقيل مواجهة مع الزمالك يوم 19 في الدولي ومواجهة مع بيرامدز يوم 27 في الكاس القديم دور التمانية بتاع كاس مصر الموسم المخلص ده وعندنا مطشين تانيين إلى حد ما يعني نسبيا يعتبروا في المتناول ولو أني ما بقاش في حاجة في المتناول بس يعني عندنا كاس مصر الجديد المصري بنسلوم وعندنا بطولة الدولي المباراة المؤجلة مع استين كامباني يوم 15 الأولى والتاني أو الأولى والتاني هتلعبوا من غير اللعيبة الدولية وطبعا الزمالك والبيرامدز هيكونوا في فول سكواد فخليني يرحب طبعا بضيفي كابتن دي عبدالصمد وأقول له طبعا هارد لك على لقب كنا نتمنا ثلاث على التوالي لكن الأهم بالنسبة لي أن الفرقة تقوم بسرعة وخصوصا أننا عندنا أربع مطشوات الشهر يهمنا أن الأهل يرجع فيهم بسرعة شايف إزاي العودة شايف إزاي النقلة بعد إخفاق أفريقي في الأول أنا عايز أقول وقال لكل جواد كابوا كان فيه شوية حاجات كده حصلت قبلها كابتن أحمد أي مش عايز أقول مؤشرات بس كان يعني اهتمنا في حاجات كده مش المفروض نحن نتم بيها العشر تلاف وبعدين الفين وخمسمائة وبعدين المباراة موجودة في المغرب وفرقة المغرب فيها اعتراض كان لازم يتم وممكن الاعتراض تم بشكل أو بآخر كابتن إسر تحت دولي أو إسر تحت أفريقي كان راضح جدا أنه متضايق وقرفان وزهقان كلنا كنا متضايقين في نظر كابتن خطيف في الملعب بين أول كابتن بين كتاريبا حال الأهلوية كلهم يعني أهلوية كلهم في اللحظة دي كانوا بصير واللي لاعب وعارف عارف أنه الكلام صح خلص نحن بص كابتن هذولك حاجة أنا مش هبص على اللبن المسكوب خلص خلص بطولة وخلصت زعلت وهقعد متأثر بالزعل دوة فاطر قد كده أنا اللي هخسر خلص والناس هتتمنى التكلام ده يعني الطبيعي لأي حد أنا كنادي أهلي خلاص خسرت بطولة وحاجة محترمة أن أنا بوصل للنهائي وحاجة محترمة أن معظم العيبة بتعبر عن استياءها بالملعب وبالكلام صدقني صدقني لو كنا خسرنا البطولة دي في الظروف طبيعية ما كانت هيبرد الفعل يعني كنت الناس هتقول لفرقاتها كابتن أحمد ما بني على باطل فهو باطل والناس اللي بتفهم تفهم كابتن كواس قوي معلش اللي بيتبني على باطل بيفضل باطل أنا أخسر بشرف ما فيش مشكلة بالنسبة أخسر يا جماعة هي الكرة كلها همكسب هو فيه فرقة في العالم لأ طبع برشلونة خسر تمانية يا كابتن وفي حد في العالم يقول في العالم يا كابتن مش في مصر ولا في إفرقيا ولا في حد في العالم كله بكل الأربعة كرات الخمس كرات بتوع يقول يخسر برشلونة تمانية باريس سان جيرمان صرف 3-4 مليار في الثلاثة سيزن لفتح عشان يجيب لقب واحد دوري أبطال ما جابوش لغاية دي الوقت كابتن موريال فنية وعن الظروف وعن إحنا كنا لازم نبقى فيه ولازم نبقى قناة محترمة ولازم نتكلم بكل احترام نهي إحنا كنا مش في حالتنا لأسباب لأسباب ممكن نتكلم فيها لكن أنا أتكلم بأمانة الجمول يا كابتن كابتن أحمد أنت بتتكلم في 68 ألف ساعة أو 67 ألف ساعة أستاذ يجي لـ 2500 يجي لـ 10 ألف نقطة في بحر لا في لعيبة ممكن تعد تعد والموضوع ده لازم ما يعديش ويمرر مرور الكرام في ناس يا كابتن ما بتستحملش 10 ألف في الإستاذ أو 15 ألف هنتكلم بالمنطق ونتكلم بالكورة أنا يا كابتن لعبت أنا فعلا فعلا دي هي حقيقة أنا لعبت وقدامي 90 ألف متفرق كابتن أحمد أنت مش متخيل دون أعمال زي 70 ألف و60 ألف وبطولة واضح جدا للناس كلها بقولها واضح جدا البطولة رايحة للمغرب مرد أهل البطولة رايحة للمغرب واضحة جدا يا كابتن أحمد واضحة معين في ناس تتكلمين قلت لك البس كويس الإيقامة كويس المكان الملعب كل ده ما حدش فيه حتى اللعبة في الملعب وكل حاجة ما تكلمش فيه لكن انت بتتكلم في حتة تانية خالص بقى ليه المباراة تقوم في المغرب وقبلها بأسبوعين ولا بتلاتة الاهلي بعت قال للاتحاد الكورة ان الاهلي يقدر يستضيف البطولة وهو اللي راحت للاتحاد الكورة الحاد الكورة مدهش ليه من المسؤول أنا عايز حد المسؤولة كابتن لدي مشكلتها في مصر خلي بالك كابتن معلش دي مهمة جدا مهمة جدا ما تمرش مرورك زي ما بيقولك كابتن كده بطولة وعدت أنا بيقولك المشكلة دي ما تمرش هاتلي بقى واحد متسبب لما الاهلي بعت وقال او محدش من اتحاد الكورة قال لي الاهلي تقدر تستضيف البطولة لا يا فنم ده هو الاتحاد الأفريقي بعت للتحاد الكورة مصري لا ما نعرفش لا بيقولك فيه 12 واحد يتنمي فصلهم الـ 12 مصري يتحذر يا كابتن لا كابتن احمد هذي المشكلة ده اللي مباص مصر وده اللي مباص اتحاد الكورة كابتن هاتلي ايه لاخر الخيط انا بيحبش كده ما انت يوصل الاخر بس اتحاد من توصل للاول اخر الخيط يا كابتن دية وده حاجة تقريبا يعني معظم ده مسر انا اخفية او انفرد به معظم الناس العاملين في مجال اعلام الرياضي الاصحاب خبرات طويلة جدا عارفينه ان في ناس بتحرك الامور دايما من وراء السطار ما هم معروفين والله العظيم والله العظيم معروفين صدقني معروفين هم معروفين زي ما كرة بتدور في مصر 5-6 بيديروا بيديرهم الكرة في مصر 5-6 بيديروا الكرة في مصر وطبق هذه الاموران الفنيين داخلي معروفين لشان انا ممكن احضر في الموضوع ونحضر نتكلم سنين نتكلم سنين احضر سنين واشifen نوصل بردو خليني اتكلمك اكتر على اللجاية. يهمني. عندي مطشين مهمين جدا. أحضر فيهم وأقوم فيهم الفرع على رجليها. وخصوصا للعيبة اللي أنا هحتاجهم مجبر في الفترة اللجاية. كانوا بعادة عن المشهد. إزاي أحضرهم وإزاي جهزهم مطشين اللجاية. وإزاي أبص للشهر كله على بعد. وخصوصا مع التوقف الدولي. بس هروح لفاصل وارجع أكمل كلامي مع كابتن دي عبدالصم. أقول حاجة فيها أن دايماً بتبقى المشكلة مش في النهيجي حد. المشكلة المستقبل نفسه. يعني اللجاية تبقى عندها استعداد وده اللي ممكن نهيئه إن شاء الله عليه وانطور نفسنا شوية ونقدر يبقى موجود دايماً بغصائي. مش عاديين نقول نفسي بس يعني. بغصائي. بغصائي يعني. ده بالنسبة بالنسبة للماتش هو طبعاً محمد جاي وعنده الدفاع جاي جداً ودي حاجة يعني يعني أنا سعيد بها زي اللعيبة كلها. عيبة الكبار كلهم كيئين وعاوزين يعملوا حاجة وعاوزين يكملوا لهم بدأوا قبل كده. إن شاء الله يعني بقى فيه استثمار شوية لبعض الإيجابيات اللي حصلت. ونبتدي من عندها إن شاء الله. مش عاوزين نلغي أي حاجة عملت قبل كده. وخصوصاً إحنا في وقت دايق مش هنقدر نعمل حاجة كبيرة من ناحية الشكل العام. وأنا قلت اللعيبة إن أنا مش جاي أغير أنا جاي نحاول نكالي الناس تلعب بطريقة مختلفة على مدى أطول شوية. وفي نفس الوقت نحاول إن شاء الله نكسب من أول مباراة. رومي راكب جريدة الدستور. دايق بتبقى صعبة جداً وخاصةً كمان نحضر لك لسه متولي المهمة منذ فترة قليلة. سيناياً أعوزين نتطمن على موضوع الإصابات. أحمد فتوح إن كان غاب عن المعسكر المتقبل الكامل إن شاء الله بإذن الله يكون جاهز بإذن الله. محمد الشناوي طبعاً ربنا يشفي إن شاء الله لو تحولت النتيجة المسحة بتاعته السلبية. هل ممكن يتواجد في مبارات غداً ولو اللي أقدر الله المسحة إيجابية؟ هل ممكن ما نشوفهش يسافر معاقف المبارات القادمة بإذن الله؟ توفي يا ربطاني. أنا هبتدي طبعاً الأسئلة مهمة جداً. نبتدي من الآخر شوية. الشناوي مش هيبه معنا بكرة لكن هو معنا في المعسكر. إن شاء الله نكمل معنا الفترة اللي جاية. أحمد ستتوح إنه جبنان نهاردة. يمكن أنه تعرفوش الجبنان نهاردة وعمل له PCR تلعت إيجابية. يعني هو عمل الحادثة. بعدين قولنا هنجيبه ونخليه معنا لبقية المعسكر. ده بالنسبة للشناوي بالنسبة للفتوح لكن هما لعيبة أسئلة معنا طبعاً ودي حاجة من يعني البديهية. لكن إحنا عندنا لعيبة للبعاود يعني غياب أي لعيب. عندنا برضو إنه لسه في شك في إنه شك في إنه هو يقدر يلعب بكرة ولا لا. لأنه أتعرض لكادمة شديدة مبارح في التدريب. فلسه بنشوف حالته. لكن اللعيبة كلها جاهزة إن شاء الله. طبعاً الكابتن إيهاب جلال موديل فني الجديد هو جديد لأنه لسه ما استلمش أو لسه ما ابتداش أول مشوار. لكن طبعاً هو الموديل الفني تولى المسؤولية وكل التوفيق ليه في مشواره. وبعد دقيقة هيبدأ تأمينة المنتخب. كنت بكلم مع كابتن دي عبدالصامة ضيفي في فنسا ديسة يمكن قبل الفصل عن الأهلي بس يمكن خليني أرجع لأهلي مرة تانية بس بعد ما اتطمن على المنتخب ورؤية لأنه الرجل دي الحياة كان الله أفعونه. يعني أنا أتكلم مع كابتن دي في فاصل اللي مضطر أنه هو يرضي اللعيبة ويرضي الإعلام الرياضي ويرضي الجماهير ويرضي المسؤولين في التحدي الكورة ويرضي ده ويرضي ده. والناس كلها متحفزة ليه ومنتظرات له. يعني تتصياد له. ما أعتقدش أنه كله بيتصياد له بالعكس. نحن هندعم ونديله فرصة كاملة. وفي النهاية نقدر نقايم التجربة. لكن عشان نقول الفرصة كاملة كابتن دي. الفرصة كاملة دي اللي هي إيه؟ الفرصة كاملة دي اللي هي المطشين تلاتة اللي جايين. الفرصة كاملة دي لغاية لما يخلص مشورة تصفات أمم أفريقيا. ولا الفرصة كاملة لما نشوفه لو وصل أمم أفريقيا هيعمل فيها إيه؟ الفرصة كاملة دي اللي هي إيه؟ أقول لك كابتن أحمد. الفرصة كاملة دي ما تتحسبش في مطش غينيا. ولا في المطش الثاني. أثيوبيا. ولا تتحسب الفترة كماما. هو أهاب ماسك الفرقة بقى له قديها. جميل جدا. جمعهم بقى له قديها. هاتلي هاتلي حد في العالم. جوار دولة. هاتلي مين أكبر مدربين العالم. هيعمله دلوقتي. هو كل يعمله حاجة واحدة. هو بيقول لك أنا مش هقدر أعمل حاجة جبيرة. ده التلمة كمان. وقلت للعيبة. مش هنغير الفرقة. لا. ده في حوار تاني. كويس. كلم فيه. قال لك أنا عندي استعداد أتنازل عن الطريقة اللي بلعب بيها. الفترة دي في المقاراتين دول أو الفترة الزمنية دي. بس أعمل يعني أحاول يبقى ليه شكلي إذا قدرنا. إذا قدرنا. إذا قدرنا. وفي نفس الوقت. أنا هعمل إيه. وبعدين. الفترة دي بيحتاجة حاجتين تلاتة كابتن بس. نشتغل إزاي. ونأكد على إيه. ونبعد عن إيه. طب ما تقول لي إيه مشكلة منتخب مصر. عشان أقول لك إيه اللي مطلوب من مشكلة منتخب مصر يا كابتن. أقول لك. مشكلة منتخب مصر إن إحنا مناش شكل فعلا بنلعب بيه. إيه بعمل حتة كويسة جدا 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 في الكلام اللي بتقال دوات. قال لك مصطفى محمد وقال على مرموش. مصطفى محمد ومرموش وتريزيجين مخلصين بدري. من النوعيات اللي بتتقل لما بتقعد فترة كبيرة عشر طيام ولا أسبوعين من غير تمرين. بيتقل شوية ممكن وزن وزيد. قال لك أنا اتواصلت مع مرموش وتواصلت مع مصطفى محمد ومع تريزيجين هم يجوا بدري شوية وعمل لهم في فترة إعداد وما أعلنش عندي إيه بلقال الكلام ده شخصية. تمام. لو أنت عندك مدرب أجنبي جاي من بره. هيفكر التفكير دوت حد هيقوله نستدع علشان نعمل ولا نقول. هو علشان موجود من مصر ودي الميزة الوحيدة اللي في مدرب مصر هنا. أنا فاهم يا كابتن كل اللعيبة والناس اللي بشوفها وهو في الدول. موجود مع مدرب مساعد مصر ممكن أنا حب يا كابتن ومحبش أنا بحب مش مصفى محمد ممكن أحب مصفى محمد وعلى منتخب مصر فيه أحب ومم بحبش طبعا يا كابتن فيه كل حدا فنح مد ما علش احنا احنا في القرى انا مثالي شوية عزد عن اللزوم ولا إيه بقوله انا مثالي شوية عزد عن اللزوم للأسف أنا بقولها لك بأمانة في تدخلات يا ممكن افهم ده في الأندية مش تحب وتكره في النهد وفي المنتخب برضو يا كبتة. مش هقولك بيحبوا يقرأ. أنا مش مقتنع. مواكبتين أحمد. أنا مش مقتنع. أنا مش مقتنع. أنا مش باكرهك. أنا بقول لك أنت شايف نفسك من أحسن الناس اللي تقدر توصل معلومة لشريحة أو لقطاع عريض. أنا شايف نفسي أحسن واحد يقدر. واحد تاني يقول لك لا دا دياء أو أحمد. هي مش باكره. أنا بحب أو أكره. ممكن. لكن أنا بقول لك. قناعات. هي قناعات ممكن. أنا مش مقتنع بمصطفى محمد في الفترة دي بيضيع بيخبط بيرزع بينزل وقت نص الملعب ما بيكاملش ما بيقولش. لأ أنا مقتنع كأضياء أن مصطفى محمد بيهد السد بكيه. دا دي لقطات على الهواء. دا شريف. دا تدريبت المنتخب النهاردة دا مرموش. دا مرموش. أه. لأ أنا عايز أقول لك بس يا كابتن إيه. إن إيهاب جاب عمر مرموش وحطي له برنامج وشغاله لأنه شايف أنه هو مقدر يفيد ومقتنع بيه أنه يلعبه. هو لو مش مقتنع بيه أنه يلعبه. طبعا أي حد ما كانه يزد. سيبك من قصة المنتخب. يعني سيبك من هو مسك المنتخب. كلمني على المدير الفني. يعني أنت لعبت ضده يعني. طبعا. كلمني على إيه الحاجات اللي أنت شايفها منوارة قوي في إيهاب جلال. واللي من خلال مشواره مع المنتخب الوطني نقيم بقى ونسأل يقدر يعمل نقلة النقلة اللي إحنا ندور عليها بقالنا سنين. مش بس مع كيروش. أنا بكلم على إنه أنا كنت بقول في أول حلقة. إحنا المنتخب ده لعب كل ألعاب. يعني بعد كابتن حسن. والله يا بجد إحنا جربنا كل مدارس الكورة ولعبناها شوية أجنبي ولعبناها شوية وطني. ما فيش حد عمل اللي إحنا ندور عليه. حتى يعني لو أعتبرت أن هكتور كوبر أعظم نجاح في العشر السنين والأتنشر سنة الأخيرة بما أنه وصلك نهائي أفريقيا. بدون أداة. ولعب كاس عالم. بس برضو ما كانش عجبنا. بدون أداة وبدون متعة. ما نقول لك هو كسبت. عارف مشكلة مصريكة. تطلع يعني صوت كبير قوي أو أصوات كتير جدا. ما تكلموش الراجل ما هو بيكسب. نام 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 هتكلم. خلاص. ما بيكسبش. ما هو الأداء وحش. الأداء كويس. وممكن يتحسن ويبقى أحسن. وتأخذ النتيجة بعد كده. وهذا المفروض بيكسبت. أنا مع الشريحة دي. أنت تراهن على إمكانيات إيهاب جليل. اللي هي اللي أنت قلتني. أنت في فاصل بتقول لي إيه؟ الراجل ده عنده. عنده يا كبت. عنده إيه؟ أولا هو مقتنع أن بداية الهجمة والشغل يجب أن يقع من تحت. مقتنع أن شغلة اللونج بساط دي. لو وقعت ما وقعتش. ما عنده إيه؟ ليس عنده إيهاب. إيهاب يبدأ من تحت. ومقتنع جدا. بأنه لازم مداتا من حرس المرمى. أنا أبدأ أشتغل من حرس المرمى. طرفي مين؟ طرفي شمال. مين بيقرب؟ مين بيروح؟ أنا كنت شفته بيشتغل. وكان ينجح فيه ببعض الأوقات. هي أقوى الزمالك ما فشل فيه. هو ليس أي مدير فني. أنا آسف في السؤال. ليس أي مدير فني أفود بيلعب كرة أو بيدرب كرة على الأقل. مثلا على مستوى الداري متاز عنده هذه الأشياء. ولا في ناس لا. في ناس لا أو في ناس آف. في ناس شغلة على الحالة النفسية للعيبة يا كابتن. حالتك كويسة. بقيت الفرقة كويسة. حالتك وحشة. إحنا شغينا على الحالة يا كابتن. للأسف. لما تقعد كده كنت نحمد كده. وتتروى. هتلاقينا بقول له ده. كلام صحيح. هاتلي فرقة يا كابتن قاعدة كده في مصر. في الدور المصري. ما هو هاب واخد من دور المصري. هاتلي فرقة كده. قاعدة سيزون كامل. بلاس سيزون كامل. دور واحد. مستوها ثابت بنسبة 90% أتحداك. أربع أو خمس مبرايات. لها الشكل واحد. أتحداك. لكن ليس مرتبط بكهاز فني. مرتبط بمسابقة. أنا أديني كل الصلاحيات. إيه بقى الصلاحات اللي مطوعة منك. جهاز فني بمزاكي أنا. الليحة أنا اللي بحطها. اختيارات أنا اللي بحطها. برميامج أنا اللي بحط. ما تتعب ليش دماغي. صلاحة وعش. كان فيه ناس بتسأل. وصلاح لي مش مع المنتخب صلاح في الملعب. من اللي قال كده كده. ده الراجل جاي. يعني إزاي. الراجل دخل مع لعبة الأهلي تاني يوم المطش. على طول بتاع. بس معرفش ليه تلع كلام كتير جدا. وصلاح مش هيلعب المطش. عارف ليه كابتن. عشان عدم استقباله بلجنة وشكل ومنظر. زي ما اتعامل مع. مين اللي خد. اسمه ايه بتاع الكوريا. سون. شبت الناس استقبلته ازاي. هناك يعني في كوريا. ورئيس الجمهورية وداله ونواق. أنا هزا أقول لك. بص احنا بنا تتصيد يا كابتن. عشان تقول لك. فيه ناس كتير بيتتتصيد. ايهاب جلال. فيه ناس. مش عايزة وصفها. يعني. كلامي صحي كابتن. انا بقول لك. اهو. للاسف. مش ايهاب نسك. ما تخلي الناس كلها صبرت في ايهاب. ايه المشكلة. الله. كوبر. بس هو محدش هجمه. هو محدش هجمه لغاية. مش هجمه فين. وعمل عشان يتهاجم. انا بقول لك يعني. اختياراته واقعية جدا يا كابتن. يعني. بنسبة 99 في المئة. هو قال لي يا كابتن. ناخد من كلامه. قال. يعني. هو بيديت مؤمنين اللعيبة. انا مش هغير. ومش عايز اغير. ايه. انا عايز امشي. ورجل محترم يا كابتن. يعني. رجل شيك جدا. ويتكلم بكل احترام. قال لك ايه. انا مش عايز اغير. الايجابيات. اللي كانت موجودة. عايز احسن. والشكل نوعا ما. بالطريقة اللي احنا نقدر. بس على فترة. طويلة شوية. وده اللي بتكلم عليه. لازم ياخد فترة يا كابتن. لازم. كابتن راحبت. لا بخدش فترة. والله لو جي يا رب. اكلمك جمهور يا كابتن ضياء. انا كجمهور هزبر عليه. الناس مش. والناس شايفة. متحدة كلها مش هزبر عليه. انه الوطني في التوقيت ده. احسن للاجنبي. خلينا يا بابتفين. اغلب الناس في مصر شايفة ده. وشايفة انه انجازات منتخب مصر مع الوطني. احسن بكتير من. كابتن حسن شحاتة طبعا. 6 و 18 و 10. وانت عندك زي 98 مع جوهري كاس عالم. و 96 و 98 او طبعا كابتن. وامم افريقيا و 3 امم افريقيا مع كابتن. كلهم بالصدفة يعني. مش حاجة فيهم كانت متخططة. بس يعني. لا مش بالصدفة. لا لا لا. ده كابتن جوهري بنفسه قالك. رايح رايح ادي ادام اعد. لا كابتن انكت موجود يا كابتن. وبعدين كابتن حسن شحاتة نفسه. كابتن احمد. كابتن احمد. كابتن احمد. وانت لما كسبت بطولة افريقيا 2006. وقلت انها كابتت لعب على ارضك. ووسط جمهورك. كان عندك مجرد امل. انك تاخد 2008 و 2010. صح ولا ايه. بص ما اقول حاجة. مش عايز اقلل. حتة يعني تعبو. لكن عايز اقول حاجة. يمكن معاملته وطريقته وقتها. ان على الحالة وعلى النفسية بتاعت اللاعب. هو كان عارف كابتن حسن. انه عندما اللاعب. عامله كويس. وحالة تبقى طيبة وكويسة. هيطلق لكل اللي عنده. ليه بقر. ليه بقولك ده. لانه في الدنيا تغيرت جد. واحنا بقينا بنشوفه مطلعين. واحنا بقينا ما اشوفه ام ام لسه. الا اني بشوف تجربة زيك. تجربة فرنسا. ازاي راح تشتغلت. وعلى الورقة وقيت لك انا اخطط. انا هكون نمرة واحد في تصدير اللاعبين. خلال عشر سنين. انا هكسب بطولة كاس العالم. ما انا بقولك. هكسب بطولة كاس العالم. خلال كاس. كابتن. والله انت اخد الكلامنا على الثاني. بص كابتن. عايز امتخب ده يا كويس. وحاله محترم. واتحاد الكوري. بقى تمام. وعندك منتخبات. تنافس. وتاخد بطولات. واول وتاني. ويبقى لك فعلا رجل جامدة. ايه. اقفل على نفسك اربع خمس سنين. محدش تقول لي. محتاج بطولة. اقفل على نفسك. وتفضل يا بوكباتن. هات واحد اتنين تلاتة. هات ناس محترمة ناس. بتشتغل للشغل. واقفل. اربع سنين. الكاميرونا عملت كده يا كابتن. في سنة من السنين. في سنة من السنين. عملت كده. وغد خدت بطولة. افريقيا. ميجيريا قفلت وخدت. غانا تقريبا قفلت وخدت. الجزائر. قفلت. كل واحد. لم تطلبني. مستحيلة كابتن هاحمد. في خلال شهر. ولا أسبوعين. ولا ثلاثة. انا مش جاي. مع كامل اخترامي. يعني. انا مش جاي بقهاب جلال النهاردة. تهيق لي كده يعني. عشان يوصلني أمم أفريقيا. يعني بتهيق لي. لو الفرقة دي. لو اللعيبة دي. معايش جايز فني. حتى اللعبوا المقشط بتاع التصفيات دي. ووصلونا أمم أفريقيا. لما أمم أفريقيا توصلوا. اللعبة هتوصلنا أمم أفريقيا. صح ولا ايه. جميل. هؤلاء حاجة صغيرة كمان. انا جاي بو عشان يشتغل. يعني الهدف مع ايهاب جلال. مش انه يوصلني أمم أفريقيا. انه يوصلني أمم أفريقيا بفرقة. وكاس عالم. وكاس عالم دي يا حيني ويحيك ربنا. في فترة من الفترة يا كابتن. نتكلم كل أمان. وأنا بحب الأمانة جدا. وأنا بكلم أمان على طوق. الناج الأهلي في فترة من الفترة. مش محتاج مداري بفترة. ولا محتاج مدير الفني. ولا كان محتاج حاجة. المجموع اللي فيه. كان أي حد يا كابتن كان يعمل فيه ايه. يخط بطولة. والكلامة تشوهر جدا. اميش بقولك كده على تقليلا. لا أنا بكلم على ايه. ان اللعيف فعلا. لما في الطوب فورم بتاعته. وحالته جمدة جدا. يبقى منكم محتاجش حاجة. إيه. دلوقتي اللي احنا. المفروض انه يتعامل معاه. لازم يتحط في إطار. يشتغل برحتك. وحيبان. كابتن أهم حاجة في اللعيب. أو في الفرقة. أو في الجهاز. يبقى شكلك. انت بتقدي شيء محترم وكويس. ولا لأ. وأنت لما بتمسك منتخب. وأنا دايما بفرق بين تجربة المنتخب. يعني أنا شفت تجارب كتير جدا. المديرين فنيين لأندية. نكحين جدا. لما تنقلوا في حتة المنتخب. ما حققوا. وبشوف ناس عمرها مدربة أندية. ومسكت منتخبات سوبر. تعظيم سلام. القصة هنا تبقى مرتبطة بإيه. ولما ممس كان منتخب. من بعد كارلوس كيروش. واصل كان لمرحلة أخيرة في أمم أفريقيا. واصل مرحلة أخيرة في كاس عالم. وحصل دروب. يعني عند الجيل ده. نخد نص الجيل ده تقريبا. مش هلعب كاس عالم. تمام. أشتغل على إيه. أشتغل على أنا. أغير جلد. أفكر في أن أنا أبني منتخب جديد. ولا أقول إيه. لأ أنا همشي جانب الحيطة. وهمشي بالمنتخب ده. لغاية لما ثبت رجلي. وأوقف وأشوف الدنيا. وأبقى صاحب قرار. وتبقى النس متطمناني. مش واسق إن أنا يوم ما أخد قرار معين. النهاردة ألاقي كله بيضرب فيها بكرة. وأبقى أفكر إن أنا. أجاب. تفضل. من شوية أنت قلت لي إيه. الجمهور هيزبر. معنى كلمة إن حاجة تقول لي الجمهور هيزول. بقي فيه حد تاني. ليش هيزبر. تمام. أثنين مرة واحد. أنا جايب يهب جلال. جايبه ليه. عشان قوم أفريقيا. وعشان كاس عالم. يبقى لازم فيه. فيه برنامج لأفريقيا. ومماريات أفريقيا. وبرنامج لكاس العالم. أنا لو مسؤول عن اتحاد الكورة. حلال الفترة دي. أنا لازم أقطعك معلش هنا. طيب. وأنا كاتحاد كورة. لما باجي أحط هدف الوصول المنتخب لكاس العالم. مش أنا كاتحاد كورة. عندي خبرة. وعندي ناس مستشار فني. وعندي مديرين فنيين لأجهزة المنتخبات. بقعد بقول معهم يا جماعة. إيه خطة العمل. اللي أنا أوصل بها يا كاس العالم ده. بصرف النظر عن اسم المدير الفني. معنا ممكن نهاردة أهاب جلال. ممكن بكرة مش عارف مين. ممكن بعد ومين. ممكن أوصل كاس العالم بمدرب خامس خالص. بس خطة العمل والبرنامج. أنا كاتحاد اللي أحطتها. ولا المدير الفني لما بيجي. يمسك المسؤولية. يقول لك. والله أنتو عايزين نوصل كاس العالم. أنا محتاج واحد اتنين ثلاث اربعة. جميل جد. أحط دي. أنا مخلصش كلامي. أنت قطعتني. أحط أنا الخطة بتاعتي. البرنامج بتاعي. أنا كمدير الفني. أنا كمدير الفني. أنا كمدير الفني. والناس الخبر. طب الخبر أنا موجودين يا كابتن. أنا معرفش. لحظة واحد. عمل قليل. ما عرفش. لو حاجة بلزانة بتتكلم كده بالظبط. والليحة والكصة والموال. تحط برنامج. واللي يجي يمشي على البرنامج. هلعب كوريا. يا كابتن ده بيتكلموا على كوريا الجنوبية. قبل ما تشيرهم. ماتش ودي. الدنيا رحت وجاء. وطلع ونزلة. قبل الماتشين الرسمي بتوها يا كابتن. بتكلموا عليه. احنا عايزين كوريا 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 كوريا. يا جماعة. ايه كوريا. وانا ليس عندي ماتشين رسميين. بيتكلم فيهم. دي معناها يا كابتن. ما عليش يعني. دي معناها ايه. انا اتبقى في دولتو الكلام ده. طب. خلص الماتشين دول. هفكر في كوريا. او بلاها كوريا. المشكلة. ليه بلاها كوريا. كوريا طبعا مهمين جدا. ماتشين الرسميين طبعا مهمين جدا. مفيش شك. بس كوريا. ما عليش. وانا بكرة الصبح. لو انا شخصيا نزلت بسجة المنتخب ده. وروحت لعيبة غينيا واثيوبيا. مش هكسبهم وعمل شو ولطيف. احنا مش في فترة من الفترات بعد ستة وثمانية وعشرة. كان معنا ثلاث فرق. لو حد يقدر يجيبني الاعداد يجيبني ثلاث فرق. ايو ايو يا فاكر. انا طبعا دي ايام سوداء ربنا. كميل 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 كميل. كميل يا كابتر احمد طيب يا طيب. انت تستبعد يعني. يا كابتر الكوريا الافريقية كل يوم في تقوضهم. انا بتكلف حتة تانية خلص يا كابتر احمد. بس دي كانت ظروف استثنائية. الدولة كلها عاد بيها. ما يمكن دلوقتي احنا بقولك برضو نفس الظروف الاستثنائية. انت وصيف وصيف بطل القرية. المشكلة يا كابتر ايه. ولا يفرق انا انا عايز شكل اداء وعايز نتيجة يا كابتر. المشكلة عندي دلوقتي ان انا بحط برنامج. الخبرة اللي حاجة بتقول عليهم. من اتحاد الكورة والمديرين الفنيين والمديرين التنفيذي. كل الناس الجهبزة اللي موجودة. ينقشوف الحتة دي. لا دي لأ دي قادل نحط هنا زود هنا تقلل هنا نعمل هنا. والبرنامج ده لازم اللي يجي يا كابتر يكبر انه يمشي عليه. افرد كابتر هاب جلال لا مش هكمل خلاص. لاي سبب الاسباب. اللي يجي يحط برنامج تاني. ويبدأ شغل تاني ودي مشكلتنا مع اي حد يا كابتر. انت جبت شماعة كده خلاص دلوقتي. بتقول للناس انا كل واحد جايب بفكره ودماغه. لكن في فكر بيجب بكل الافكار دي. اللي هو فكر منتخب مصر. يجيب حد يا كابتر يجيب ان شاء الله حتى يحط له برنامج. واي حد ينفزه بشكل محترم وشكل كويس. لكن انا جيت النهاردة واخفقت. جلال مشي. جاي كابتر حسير. مشي. جاي كابتر ديو. مشي. كابتر احمد مشي. ويهدي يحط برنامج. هيبي يحط برنامج. وسين يحط برنامج. من خسرا. هتلي كده يا كابتر. تنفز في مصر مع أي حد هنا في المنتخبات. لمدة سنتين أو 5.3. هتلي مش هتلاقي. مش هتلاقي. ودي المشكلة. أنا عشان اخد شكل يا كابتر واداة والنتيجة. أنا أطلب حاجة. ما عليش. أطلقتي جارة بطاقة في حياتي. طول ما أنا بشتغل وبحفظ. وبعمل إحلال وتجديد وأخطاء بعالج. أنا أعز أن أتخاذك حاجة بس. مش هتتخاذ المجرم أخاذك. لا أصلاً. اللي حاجة بتقوله ده مرتبط بفكرة اللي بيدير الكورة. اللي بيدير الكورة في مصر. آن كان مسمع. هو كله تحت اتحاد الكورة. طيب. رئيس اتحاد. أعضاء في المجلس. مستشار فني. يعني. سمعت كده كنت بسمع كلمة في بداية الموسم اللي إحنا يعني في نصه ده. إنه بما إنه في ربطة أندية تولت مسؤولية المسابقة. إنه الاتحاد بقى هيتفرغ للمنتخبات. صح والإيه؟ وقال لك خلي الربطة تشير هامل. لا والتألك من الربطة أنا فرغناكوا للمنتخبات وصيبونا أنتوا الأندية. جليل جدا. المفروض ده بقى ليه تأثير على قصة الاهتمام بالمنتخبات في الأعمار المختلفة والمنتخب الأول. أتكلم أمانة. أنا أتكلمك بأمانة والله يا العزيزي. أنت بتكلم صح قوي وبتكلم كلام مفيد وكلام يعني في السوادة. تمام؟ هاتلي حد ما نقولك عشان كده. الـ 12 واحد اللي كانوا مسؤالين عن الجواب ما راحش للنادي الأهلي وقال له أنت مين المسؤولة كابتن؟ نعم 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 خلاص خلاص نفس القصة هيجي ديق بقولك بفكر. إيهاب جلال كان يقول ليه؟ لا 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 لو صمحت حسبني أنا أعمله. لا مش حسبك اللي بتعمله. ده اللي يمشي. حط برنامج. الطريقة مليش دعوة تلعب بـ 4-2-1. 4-4-2-4-3-3-1-9-8-15-26. أنا مليش دعوة. أنت مستني كمدير فني يعني. برنامج يا كابتن. لا سيبك من البعيد ده. سيبك من البعيد ده. مستني على مدى القصير ده. يعني هو عنده ثلاث مطشط في أسبوعين. أنت مستني إيه من إيهاب جلال تحسوا تقول أنه نجح في أنه يعمل في الثلاث مطشط دول أو في الفترة الأسرة دي. لا فيه شغل عند إيهاب. منتخب مع إيهاب هيبقى مختلف عن المنتخب مع كيروش مع كوبر مع غيرهم من الأسماء. أقول لك حاجة. نمر واحد. لازم تتكلم مع إيهاب كتير. وإيهاب أنا أتأكد من الأرف المية أنه هو من نوعية اللي ممكن يكون اللعبة تحبه. وممكن كل الناس. يعني اللعبة اللي موجودة معها. تتواصل فيه أنه هو ممكن يأخذ الفرصة مع إيهاب. نمر واحد. نمر اثنين. القراط السابطة. نمر الشكل اللي ممكن أبتدي به. الشكل اللي ممكن أبتدي به. اللي هو بقول لك أنا أبدأ من تحت. المجموعة اللي هتبقى موجودة مع إيهاب. أنا أقول لك. ممكن تلاقي ناس نجعيدة جدا. عن التوقعات بعد الناس. بس دي هتنفذ له اللي هو عايزه. ايه. اختيار إيهاب من فرقة. غير اختيار إيهاب من 86 ألف فرقة. كل مصر عندك إيهاب. نختار براحتك. عايز دياء جمب محمد سيد جمب محمود. علاء جمب هشام أشرف جمب. اختار. بس ينفذ لك اللي أنت عايزه. إيه. أنا أبدأ من تحت. أبدأ أشتغل. أبدأ أقرب. أبدأ ما فيش مسافات بين الخطوط. أبدأ لما كنا هتلمين بها. ده أنا كنت بشوفه كفرق. منتخب مصر الله أعلم. اللي سكوادي اللي هتحطوا. والمجموعة اللي هتبدأ ترفز كلام إيهاب. هيبقى ده. ممكن حسبه عليه. ومش. مش هقيمه. عسنا زيان تحكي لكابتن. هو جاي أول أربعة إيهاب. هعمل فاربعة إيهاب. طيب خليني أتكلم على المدرسة بقى. على الطريقة. الجيل ده. تقريبا مع كل اللي تولى مسؤوليته. كان بيلعب بيه. ونجحوا في ده. لا حد شقدر ينكر. كرة دفاعية بحثة على أعلى مستوى. يعني منتخب منظم دفاعي جدا. نعاني هجوميا. بشكل عنيف جدا. نعاني بفكرة الجمليات الكرة. والاستحواز والضغط على الخصم. دايما إحنا اللي في موقف صعب. مهما كان الخصم اللي بيلعبنا على فكرة. فوقت كثيرة جدا. منتخابات أقل مننا. ورغم كده احنا برضو مصيرين على الطريقة. هل برضو شايف انه إيهاب هيحافظ على دف اللي جاي. واللي عنده القدرة أن يغيره. بس تسمح يقول لجمهورنا. كل اللي بيتابعونا في السادسة. آليو باتجي. طبعا اللعب النادي الأهلي. اللي كان معار لنادي إيميان الفرنسي. نادي إيميان أعلن تفعيل باند الشراء في عقده. أو عقد عارضه. كان فيه باند بيسمح لنادي إيميان بتفعيل باند الشراء. وده اللي حصل بالفعل. وكده آليو باتجي بشكل نهائي. أو بصفة نهائية. انتقل إلى انتقال نهائي إلى نادي إيميان. ونادي الأهلي طبعا وجه ليه. الشكر على الفترة اللي أضاها بألوان النادي الأهلي. ما أعتقدش أن يعني. هيبقى إيهاب تقييمه من الثلاث ماتشات دول. لكن زي ما أقولك. هو هيبص لي النتيجة زي ما هو الكلام اللي قاله. ألا أنا ممكن أتنازل عن طريقتي الفترة ديت. لكن أي فترة تجمع تانية كبيرة. هيبقى إيهاب هيتحاسب عليها. الشكل أنا أقولك. هي يعني نوعا ما هيحافظ على حيث أنه ما يخسرش. على الأقل أنا محتاج التاتابونت دول في ماتش غينيا وماتش أثيوبيا. أثيوبيا. محتاجهم. وبعد كده أبدأ أفكر أنا أصلح. الشكل اللي المفروض هو عايز يبتدي بيه. والكلام ده هو قاله وأنا بحترمه. قال أنا أحاول الطريقة والشكل بتاعي. يعني مش هقدر. لأن المسافة الزمنية كبيرة. أي. أنت بتحفز يا كابتن حد يا جملة. بيقعد معك شهرين تلات عشان جملة واحدة. لكن طريقة. لو تتفكر كابتن. نحن كنت بقول لك. هيبة محترفة. مش كل من نفس. ما هو يا كابتن. بص. محمد صلاح ليه طريقة في ليفربول. هو محمد صلاح لو نتكلم عنه هو محترف. المجموعة اللي معاها يا كابتن. هو لازم يعني يسعدوه. ومرموش محترف. ومصطفى محمد محترف. وتريزيجي محترف. والنمني محترف. وعندك 2 تاتا يعتبر محترفين. فين؟ الشكل يا كابتن. الطريقة اللي أنا. يتقال لي. ما تعديش نص الملعب. إياك تعدي نص الملعب. كباك مصر. سي. أو كاديفندر يقول لي. لأ. انت أخرك النبع القوص ده. إياك. أشوفك هنا. هسحبك مش علعبك تاني. هعمل إيا كابتن. هنفذ. في مكان تاني. خد راحتك. وحسب طريقة اللعب. وحسب الناس اللي موجودة في الملعب. والطريقة والفرقة اللي قدامك. انت بتشتغل. أنا بدي لك كابتن واحد واثنين وثلاثة. لو تفتكر كابتن. نحن قلت لك. نحن عندنا مشكلة في منتخب مصر. وأرجو. تحطها في الملعب حالات دي. وتفكر في الكواس أول. نحن عندنا التغطية العكسية كابتن. أو الترحيل. صفر. وحط صفر قد كده كابتن. السردبكين. صفرين قد كده كابتن. مشاكل جمع. بسبب اللي أقول لك. السردبكين يا كابتن. في كل أندية مصر. وفتكر الكلمة دي كابتن. السردبكين. والترحيل. قد بالك هو مسلم تقريبا أن المنتخب خط الظهر الأساسي كله مش موجود. يعني فتوح مش موجود. أكرم اللي كان ثابت يمين ما بقاش موجود. صح عمر كمال بصراحة يعني يكمل وراء أكرم بشكل كويس قوي. حجازي مش موجود. فبالتالي عبد المنعم مش موجود. أقول لك حاجة صغير جدا. أهم مركز في منتخب مصر أو في أي فرقة. بتلعب بطلات إفريقية وتلعب تصفيات. حاس المرمو. لا. لا. ده نص الفرقة. ده نص الفرقة. أهم مركز في أعلان الكابتن. فاكر عسام الحضري قدام إيطاليا. طبي لاب لوحده. لا. السردبكين. قدام أرجوية. هو متخبنا. طبعا. عندنا الحراس المرمو كويسين. الحمد لله. أبو جبل بعد أبو جبل حتى. أبو جبل ماشي كويس. أه. يعني هنقول. شكرا. أتكلم على الأفريق. على المنتخب. مش كويس. لو تكلمنا على السردبكينة كابتن. لازم السردبكينة لعب معاوض كتير. حت التغيير كل شوية. كل شوية تغيير دا جنب دا جنب دا جنب دا جنب. تجيب واحد ألعب عليهم بقى المشعارف إيه. ده ما بيعملش سبايا. بل هذا هو مغبر عليه يعني. يهب مغبر. ها هو مغبر علي. هو بمناسبة مين الأنسب بالنسبة لك. يعني مين يلعبها في المنتخب في المنتخب أقف ماتش غينية بتاع بكرة ده هو فتوحة يلعب مكانه كريم حافظ الوينش نمرة واحد يعني بصراحة مين جاب الوينش بقى دي محتاجة حالة حاليا يعني دلوقتي هو يقدر يقول عليها يعني ممكن علي جبر ممكن علي جبر أو أي من أشرف أنا ممكن واحد من الاثنين لكن أنا شايف أن دلوقتي امرة واحد هو محمود علاء مش عارف محمود علاء هو كيروش خد محمود علاء مالعاب واخد علي جبرو مالعاب لا ده جابني ده جابني ده جابني عندنا اسمه رامي يعني دي قتلت خلينا نتكلم أنا كسردباك وانت واخدني معاك هنا وهنا وهنا وفي قايمة وحد تاني أنا كده ليش لازمة كابتن خلينا نتكلم بوقعي ودي هدت هدت علي جبرو هدت اسمه دوت محمود علاء فديت أنا بقول لك المركز ده مهم جدا مهم جدا أكتر من الطرفية وأكتر من دي فندرين لكن السردباكين دول الأساسي يا كابتن دول دول قلب الفرقة بقدر الإمكان يبقوا ثلاثة لكن الاتنين اللي موجودين دول لازم لازم يلعبوا معادي كتير دول قلب الفرقة يا كابتن الاتنين دول والراغل الحرس المرمى أنا بعتبره لو دي فندر أساسي تقيل الفرقة يا كابتن منتخب مصر محتاج صانع ألعاب ومين التلات أسماء مع إيهاب جلال مش شرط فيه فرقة كتير جدا بتلعب كابتن من غير راس حربة وبيلعبوا من غير صانع ألعاب تمام راس حربة ميش عارف لي يا كابتن ميش لو ببدأ من تحت أنا مش مشتاقصة الألعاب تحت لو ببدأ من تحت ودي تفرق بقى ما ببدأش من تحت وبيلعب لونج بس طويل وعا السكن دول وابدأ أتغل على الطرفين لازم يبعاندي بلي ميك والبلي ميكر كابتن مفهوم انتهى بتاع زمان اللي هو يأخذ ويبصه ويعمل لك سروح يمين ويسروح شمال ده انتهى يا كابتن نعمد خلاص البلي ميكر حاجة تاني خلص دلوقت ده بيرجع ويدافع ويشوت ويسدد ويهاجم لأ المفهوم ده بتاع البلي ميكر حاليا في مصر مش موجود كتير اللي أنا بعتبره بلي ميكر وديفيداك كتير جدا عمر السلية عمر السلية بعتبره بلي ميكر وبعتبره ديفيداك واسق لأن في كل المقومات بتاعت الراجل الحديث اللي ممكن اللي ممكن أي حدي يعتمد عليه متفائل بإيهاب جلال ويقدره مساحته وهيشتغل يقدر يطلع بصمه ويكون بيقدم لنا شكل جديد لمنتخب مصر ده ملخص رأيي كابتن دي عبدالصمد تمام شرفتنا ونورتنا بمشارك ويسعد أبيك دايما وبالتأكيد يبقى لنا نقاء تاني نتكلم على أهل مع عبدالي ترجوعنا طبعا لمنافساتنا كل التوفيق لرجالتنا بكرا إن شاء الله تفرح جمهورنا وترجع لنا يعني البسمة على جماهير الكرة المصرية مرة تانية كل التوفيق كمان لكابتن إيهاب جلال في أول مشواره مع رسمي طبعا مع منتخب مصر بشكر حضراتكم بشكر كابتن دي عبدالصمد طبعا شرفنا النهاردة في سادسة وبشكركم على المتابعة وعلى كل خير نتقابل بكرا في سادسة إن شاء الله على شاشة الأهلي تحياتي لكم